طبعا حسنظر سياسي حسنظر سياسي حسن 명حدة رسائلane It should have a margin of at least one inch, one inch on all four edges. Okay, لازم تترك هنا وشين مسافة عبارة عن one inch في الحواف الأربعة للرسالة. يعني إذا عندك رسالة هنا لازم تترك هنا مسافة one inch وهنا one inch نفس الشيء هنا. فهي نسميه احنا المارجن وبعدين يلا هنا تكتب رسالتك ضمن هذا البوكس. ماذا تكون هناك تسعة إزاء اللي تحويها الرسالة بزنس لتر. نعم. أول جزء heading or letterhead اللي يحوي أنه include your company's name, address, telephone number, fax number, and email address. If possible include your web address, then skip a line and write a date. Never abbreviated to January 31, write January 31. يعني هنا أول سكشن اللي هو heading, letterhead. هذا السكشن يحوي اسم شركتك وأيضا يحوي معلومات حول العنوان والتليفون والإيميل والweb site. وبعدها لازم شنو سوي skip line. يعني تعبر سطر معين. يلا تكتب شنو التاريخ. والتاريخ دائما لا يختصر يعني لا تكتب بهالشكل هنا. بس لازم تكتبه لا كاملا مثلا January 31. هذا أول سكشن أنه يجي بالbusiness letter. السكشن الثاني the inside address or recipient address. أوكي. recipient address اللي هو عنوان المسلم اللي راح ترسل لرسالة. make it as complete as possible. include titles يعني عنوان اسمه and name of the person if known. title شنو البوزيشن ماته إضافة إلى اسمه. الجزء الثالث اللي هو reference. هنا ما تقولك إنه it's optional هو اختياري. obligatory when dealing with large volume of correspondence. هو يكون شنو إجباري إجباري إذا كنت تتعامل مع عدة مواضيع يعني متشاعبة. فعادة نبديه شنو بالاختصار إنه re re ونقطين. اللي هو يشير إلى ال reference. وبعدها تذكر الموضوع. مثل موضوع تصليح أجهزة الحاسبات. يعني لأن انت بشركة تتناول أجهزة إلكترونيات متعددة. فلازم تحدد فلازم هنا تحتاج reference فلتذكر re وتخلي نقطين مثلاً maintenance computer devices. السالواتيشن التحييه. أيضاً called greeting. دائماً رسمية. دائماً رسمية. It's begin with dear. and include the person's last name. دائماً شنو؟ Last name. وليس first name. Always personalize the letter if the recipient is known. سوي نوع من أنواع الشخصة إذا كنت إنه تعرف إنه الشخص المسلم للرسالة. فماكو مشكلة. Otherwise استخدم dear sir or dear madame. نجي إلى subject matter. اللي هو موضوع الرسالة. اللي هو عادة ما يكون أيضاً optional. If there is a reference. هاي مهمة. There is no subject. and vice versa. يعني إذا خليت reference. المفروض ما تخلي subject matter. اللي هو الموضوع. وإذا بالعكس خليت subject matter ما تخلي شنو reference. One line below the salutation. يعني تخلي subject matter بعد line من شنو من التحييه. بعدياً أكيد بعد ما ذكرنا هاي الأجزاء كلتها. شنو نجي إلى. ال body. اللي هو محتويات الرسالة. written as text with paragraphs. skip the line between paragraphs. يعني إذا عندك عدة فقرات. لازم تفصل بين فقر وفقرة بخط. أو line. طبعاً. each paragraph deals with one point and one point only. كل برغراف لازم تتناول موضوع وموضوع واحد فقط. ما يصير موضوعين يتم تطرق إليهن ببرغراف واحد. The complementary clause. اللي هو الشون تقفل الرسالة. always end with sensorial yours. يعني صديقك المخلص أو من هالتحيات. it can be preceded with longer line like looking forward to hearing from you. يعني تقدر قبل ما تخلي كلمة sensorial yours. تخلي إنه looking forward to hearing from you. وأخيراً إنه قبل الأخير إنه شنو تخلي signature. اللي هو لازم skip several lines for the handwritten signature. after the clause. بعد ما شنو سويت التحية مالتك هنا. and type your name and your title. كتب اسمك والتايتل. التايتل مثلاً الدكتور أو شنو البوزيشن مالتك. women also indicate how they wish to be address. اللي هو طبعاً أدت هنا مصطلحات. اللي هو المس مس مس. فلازم تعرف إنه كل استخدام هنا. يعني هنا مثلاً هذا إذا كنت تعرف إنه المرأة هي متزوجة. هنا إذا كنت تعرف إنه المرأة غير متزوجة. طبعاً والأخير هذا المس إذا كانت المرأة ما تدبية هل هي متزوجة أو هي متزوجة. فلازم إتفاعي هالأشياء لما تخلي تايتل للومن. وأخيراً إنه إنكلوجرز شون إنه شون تقفل الرسالة. إنكلوجرز متزوجات في المرأة، أخيرين الديوaffe أو إنكلوجرز. اللي هو مختصة لإنكلوجر. إذا كنت تعرف Two lines below the business letter should not contain both secrets. نعم. فإهنا لازم تخلي هذه المختصارات اللي هو Two lines below. below شنو؟ signature. وطبعا هنا دا كلك انه البسنس لتر يجب لا تحتوي على طوابع. نجي الى الايميل عن لترز هناك قامة امامي. اول شيء. دائما تتعامل مع المقاييس اللغوية القياسية. مثلا يقول لك هنا هناك دفع بين بريتش و انجليش. فدائما تتعامل بريتش انجليش. لان الامريكان انجليش شوية بفروقات عن البريتش انجليش. دائما تتعامل بريتش انجليش. اللي هي شنية دائما تسعة وتسعين بالمية تبده شنو دير. followed by the last name. The exceptions are the letters of recommendation. اللي راح تبدى بها شنو التحية. to whom it may concern. اللي هو شنو رسائل التوصية. recommendation رسائل التوصية. هاي ما راح نبدي دير. لا. نكتب to whom it may concern. الى من يهمه والامر. always place the heading under the salutation. دائما تخلي الهيد مع اللتر تحت التحية. نعم. always try to round off a letter with ing forms. these stress that you have an ongoing relationship and there is an unfinished business. for example we are looking forward. هنا شنو خلينا ing. to receiving your. okay. مثالثان we are looking forward. to discussing. فدائما يقلك انه استخدم ing forms. بالبسنس لتب. اللي حتى كأنما تشير الى المستلم الرسالة انه دائما راح تكون علاقتكم العملية مع الطرف المستلم للرسالة تكون علاقة مستمرة وفعالة. always write the months in letters. write the month in letters. example 12 june 2005. okay. فدائما نستخدم اللتر لتعبية عن الأشهر. okay. standard هنا مثلا كdigits انه تستخدم هذه الصندرز. انه السنة هنا وبعدين مونث بعدين الدي. okay. never use a place name in front of the dates. مثلا الزقرب 12 june 2005. just write the dates. لا تكتب شنو اللوكيشن مع التاريخ فقط التاريخ. never use exclamation marks. اللي هو علامات التعجب. in business letter. فدائما العلامات التعجب تستخدم بالرسائل الـ not formal. بالرسائل الـ formal نتجنب هذه العلامات. never use short forms like I am or don't. اوكي. لا تستخدم الاختصارات. دائما اكتب الكلمات كاملة. never capitalize you and your. يعني غالبا بالقوان الوسطى كانوا انه الـ you أو الـ you. الـ y يسوى capital letter. وهذا الشيء انتهى. فدائما اكتب اليور وليور يعني كلمات عادية. فهنا بهذا الـ table موضح لك مجموعة من القوالب. للـ business letter. يعني هنا هذا قالب الاول. قالب الثاني. قالب الثالث. يعني هنا مثلا تخلي عنوان شركتك. هنا عنوان المستلم. هنا الـ body. هنا الـ signature مالتك. اوكي. وبقية الـ. هنا موديفايد بلوك. هنا بلوك ستايل. هنا اسمه سيمي بلوك ستايل. اوكي. فهنا مطيق بعض الـ بهذا السكشن. بعض يعني المواضي الشون تبدي بيها. مثلا اذا تريد تسوي أفر الى شركة مؤينة. هنا مثلا تكتب تكتب الرسالة. نعم. بعض الـ punctuation. علامات التنقيط. فالـ capital letter إنه تستخدمه أكيد بالـ countries. nationalities. وهاي الأنواع الثانية تقراها لازم. ومثلا كرويشيا. سبين. بورتغال. هاي أكيد اسماء الدول دائما تبدي بـ capital letters. طبعا الدوت اللي هو end of the sentence. بعد الاختصارات. اوكي. مثلا هنا ستريت. استي. اختصار فعي لازم تخلي الدوت. علامات اكيد بعد السؤال. او تشو داوت. لإظهار بعض الشك إذا ما كنت متأكد من التاريخ مثلا هنا بهذا المثال. examination marks. علامات التعجب. at the end of sentence to show surprise. أكيد إنه إذا عندك يعني جملة بيها تعجب. أو to indicate loud sounds. مثلا bang. وتخلي علامة تعجب. كوما. between item lists. إذا عندك مثلا مجموعة من العناصر مثلا بوك. كوبي بوك مثلا بينصل. فتخلي بيناتن شنو الكوما. ابستروفي. 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 for missing letters. مثلا الاختصارات. i will. she can't. for possessives. اللي هو شنو التملك. jones house. james house. colon اللي هو النقطة المزوجة. وجه. to introduce a list or a quotation in a sentence. يعني لما تريد تعدد مجموعة من القوائم هنا. أو مجموعة من المفردات. تخلي شنو الكولون. semicolon. to spread two parts of sentence. يعني هنا عندك sentence. وهنا عندك sentence. فلازم بتفصلهم شنو semicolons. hyphen اللي هو or dash. to join two words together. مثلا email. light blue. okay. dash to spread parts of sentence. يعني مثلا the book. بعدين تخلي شنو with the book. the one with the red cover. فتبدي وتنهي شنو بال dash. is on the shelf. يعني هاي الجملة بالنص هي عبارة عن توضيح او تعريف اكثر شنو البوك. اوكي. فلنستخدم شنو ال dash. او مرات نستخدم شنو to mean to. مثلا the zigrib dash regica train. يعني zigrib to regica. يعني قطار zigrib to regica train. بعدين كوتايشن ماوك. اللي هو هاي علامات شنو الاختباس. to show that words are spoken. we are happy they say it. يعني اذا تريد تنقل كلام مباشر من اشخاص تحدثو بي. to show that someone also originally wrote the words. يعني هنا غالبا نستخدم هاي العلامات. لو به الشكل هاي. هاي العلامات. اللي اشارة الى انه شنو كلام مقتبس. انه من اشخاص معين. they wrote about the war as. وتخلي شنو شنو الكلام اللي نصوك مثل هنا على الحرب. طبعا لو شوف هنا كمثال على business setup. انه بادي هنا لل letter head. هنا. letter head. اللي هو بمعلومات الشركة. مثلا عمو الايميل. وبعدها شنو اجي date. نفس ما نشوف انه ما اتفقنا. ومن ثم شنو راح نشوف هنا. salutation. salutation dear. ووفيشل نفس ما اتفقنا. dear. mister. وهنا opposition او تقدر تخلي اللي السنو. آآة. validation of agreement. هنا شنو خلي هنا subject. subject matter. ما دام خليه subject matter. هنا يعني شنو ماكو شنو الرفرنس. ماكو الرفرنس. نفس ما اتفقنا. وهذا الرفرنس لازم ما موجود. هنا بعدياً راح يجيش شنو على البودي اللي هو البرغراف ونفس ما اتفقنا أنه كل بيرغراف بين بيرغراف بيرغراف لازم شنو أكو سطر space يفصل نفس ما واضح وكل بيرغراف هنا يتناول فكرة واحدة We are writing to inform you that you are in violation of our agreement فهنا تتناول فكرة واحدة بعدياً شنو use faithfully أو نفس ما اتفقنا يتنسر لي ماكو مشكلة بعدياً هنا ناهاية الرسالة اللي هو signature مالتك هنا signature اضافة إلى شنو your name and your title الو managing director فهذا كمثال بسيط على business letter بالامتحان يمكن راح يجيك يعني سؤال ب business letter example بس بمجموعة من الأخطاء مثلاً المطلوب اللي عندك انت مثلاً انه تعين الأخطاء مثلاً تعين خمسة أخطاء شوف مثلاً علامات تعجب شوف hi مثلاً مكان ما دير فكلها يعني المطلوب عندك بالامتحان مثلاً تكتبها وتعيد كتابة الرسالة وبعدياً تسوي السيركل على الأخطاء أوكي هاي واحدة من أنواع الأمثلة الأسئلة اللي احتمال تجي في تشي نوع من أنواع المواضية اللي هو ال business letter ترجمة نانسي قنقر